فيه صورة نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي من 3 ايام قلبة مصر قلبة مصر بمعنى كلمة قلبة مصر ومواقع التواصل الاجتماعي انتوا عارفين ما بتصدق صورة وتشبع فيها كومنتات ولايكات ومشاهدات وتعليقات ومن القلبك هات 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 الصورة دي كانت صورة ايه؟ كانت صورة العربية الجديدة الهدية اللي جابها الزوج رجل الاعمال المعروف احمد ابو هشيمة الى الزوجة الفنانة والممثلة الشهيرة ياسمين صبري وانتوا عارفين ان هم متجاوزين بعض من عدة شهور فالراجل بعد عدة شهور حب انه يهدي زوجته يعني سعادة بيها وفرحا بيها وبيقول لها بحبك حبيبتي وانا فرحان ان انت امراتي وان انت كذا كذا فجاب لا هدية زي ما اي زوج بيجيب لاي زوجة هدية صح؟ مش كلنا بيجيب هداية بمناسبة وبن غير مناسبة فهو الراجل كمان بيجيب هداية بدون مناسبة بس الفرق ان ده ابو هشيمة والفرق ان هو رجل اعمال والفرق ان هو مش اي رجل اعمال هو رجل اعمال من الكبار والناجحين والمعروفين والاثرياء في مصر فطبيعي ان الهدية تبقى كده رولز رايس كابورلي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة في عين الحسود خمسة وخميسة في عين اللي يشوف العربية وما يصلى عن النبي وانا متهيال ان ابو هشيمة كمان قاصد انه يجيبها زرقة عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى ضد الحسد تبقى كيانه بيخمس بالخمسة الزرقة في وش اي حد يشوف العربية وما يصليش على النبي او كل له من له نبي يصلي عليه عربية طبعا دي بيسموها برة كده اسمها piece of art piece of art يعني ايه؟ يعني قطعة فنية تحفة فنية عربية بسم الله ما شاء الله حلوة وغالية ويعني كفاية انها رولز رايس ومش بس رولز رايس عادية لا ده رولز رايس كابورلي كمان اللي هي كابورلي اللي هو السقف المكشوف ده حاجة بسم الله تتشهود يعني نمسك الخشب تماما يعني طبعا من ساعة ما اتنشر القصة واتنشر كمان الوصل او الاسيمة بتاعة مصلحة الجمالك اللي محدد بقى ثمن العربية وتمن الجمرك اللي اتدفع ان ثمن العربية حوالي 6 مليون وشوية والجمرك بتاعها 3 مليون وشوية اي ان اجمالي ثمن العربية لحد ما تخش مصر وتترخص 10 مليون جنيه ادي صورة من قسيمة مصلحة الجمالك كمان اللي افرجت عن العربية قيمة السيارة 6 مليون 113 الف وشوية واجمالي الرسوم المستحقة 3 مليون 717 وشوية اي ان التوتل المجموع يقارب العشرة مليون جنيه مصري وخلينا هنا اقول كلمتين خلينا اقول كلمتين احنا تعودنا دايما ان احنا نقول اللي هي الصراحة والحق والعربتنا ونقول الصح من الغلط واحد انا مش عارف قوي مش عارف قوي سبب اندهاش وصدمة الناس يعني الناس مصدومة قوي انا كان السود عربية عشرة مليون جنيه ازاي يعمل كده والناس الغلاء اعلقت الناس الغلابة احمد ابو الشيبا مش غلبان عمر ما هو صدر نفسه انه غلبان او احنا عارفين ان هو غلبان نبقى بنضحك عن نفسنا احمد ابو الشيبا واحد من رجال الاعمال الميسوري الحال الاثرياء الناجحين اللي عامل فلوس كتير في مجال الصناعة والتجارة وحاجات كتير على مدار سنوات طويلة فطبيعي انه غني وثري ده مش مفاجأة والمنطقي والطبيعي ان الغني والثري لما يجيب هدية حيجيب عربية تبتكروا مثلا احمد ابو الشيبا رجل اعمال ده ولما تبقى امراته ياسمين صبري نجمة وفنانة كبيرة حيجيب لها عربية مثلا متشوبيسي لانصر 2016 ماشى قليل ورشى دواخل ما بالعقل كده لا طبعا لا احنا كده لما نعمل كده نعمل جمعية عشان نجيب لامراتنا هدية لكن احمد ابو الشيبا ما نجيب على نجيب حاجة واو معروفة واو فالاندهاش مش عارف سببه ايه نمكن الاندهاش من ان الفاتورة طلعت وقصة الفاتورة طلعت دي هنتكلم فيها لكن الاندهاش والصدمة جاي منين طبيعي ان رجل اعمال مثلا ما نشوف برا نجوم هوليوود ونجوب كده بيهدوا بعض وبيشتروا عربيات وابتاع اغلى من كده يعني بسم الله ان شاء الله اللي ربنا موسع عليه اما بنعمة ربي كيف حدث هو حر مناش دعم بس بخلاف ان مش دهشة وصدمة بس انا نصحتي وهو صديق العزيز كنت داري على شمعتك تأييد يا استاذ احمد رغم انها مش شمعة دي مصنع شموع بس برضو داري على شمعتك تأييد مش قال ان يا سيدي من العين خاف على العربية وخاف على ياسمين وبتاع من العين وبتاع فداري على شمعتك تأييد لكن طبعا طالما كل واحد بيعمل حاجة في النور هو حر واندهش الناس وصدم الناس ما تزعلش منها لان ده طبيعي موقع التواصل الاجتماعي ما فيش رقيب ولا حسيب عليها او الناس بتقول ولما الناس بتقول انت عارف بيقولوا ايه فمناش دعوه اللقطة الاخيرة او النقطة الاخيرة متعلقة بالوصل لطلابها ما يصحش انا بقوله هو بمنتهى الادب والاحترام احنا بتقول اللي علينا واللي لينا ما يصحش ده متهيق لي انه افراج عن سرية معلومات او تسريب لسرية معلومات اشتركوا في القناة